موسيقى السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام اليوم عنا مقابلة خاصة مع الأخت أماني من النوبة من القرن الإفريقي ويحصلني الشرف أن أقوم بهذه المقابلة مع الأخت أماني وسوف نتكلم عن المرأة والأسرة أهلا وسهلا أماني أهلا وسهلا أستاذ كريم والشرف كبير أن أكون محبتك في قناتك الرائع وأتمنى أنه استمتع المشاهدين قناتك باللقاء أهلا وسهلا وشكرا لك اليوم بش نعمل مع أنتها نتكلم على حسب الفيديو اللي أنا خرجته أخيرا حول أين الرجال وأين النساء وأنت قمت ببعض التعليقات في القناة اليوتيوب وأكترحت عليك أن نعمل مقابلة فيما يخص المرأة والعسرة أحنا نعرف الوضع عن المرأة سواء في الشرق الأوسط أو في شمال إفريقيا ولكن مع الأسف ليس لنا فكرة أحنا كشمال إفريقيين أو كشرق أوسطين ما عناش فكرة عن المرأة في القرن الإفريقي وخاصة في منطقة النوبة اللي هي كانت عندها يعني صيد حضاري قديم جدا وهم أول أول من بدأ بصناعة فخار رغم أن هناك إهمال من طرف المؤرخين في الحبيب على أهمية منطقة النوبة والقرن الإفريقي اللي هو معناها البداية الحضارة الأولى التي انطلقت في كل أرجاء العالم حبيت تعطينا الفكرة هل المرأة في القرن الإفريقي وفي منطقة النوبة بالخصوص هل يختلف على بقية المناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ لو تعطينا الفكرة أيها هو طبعا بشكرك على المقدمة الرائعة فعلا يعني حضارة النوبة هي حضارة جميلة جدا والمشكلة إنها حضارة منسية من الدول اللي هي موجودة فينا ومن طبعا دولة سودان تحميش كامل لهذه الحضارة وكل ما تركه من أشياء جميلة لا تقدر فالإهمال واضح في مروي وفي كل مرأة أما بالنسبة للمرأة النوبية أو إذا حبينا نحكي عن مرأة في السودان فهي وضعها بعد ما أسميها من الغزو الإسلامي العرب تم سحق كامل للثقافة والحضارة النوبية وتم ستدامها كالعادة لا أستطيع أن أقول إنها حضارة يعني بشيء آخر وتم يعني محوا كل شيء تحت راية الإسلام ومن دل الأشياء التي سحقت كيد هي المرأة هي دائما مهمشة ويتم تعرضها لكل أنواع القهر فهذا الشيء الذي أرى القهر ملازم للمرأة السودانية منذ الولادة والطفولة والشباب والمراهقة طبعا فأنا شخصياً أتكلم عن نفسي أنا أشعر أن الإسلام سرق عمري سرق طفولتي سرق مراهقتي وفترة طويلة من شبابي المتبطي يعني أتمنى أنه أنا أكبر أعوض هذا الفتنان في أبنائي هذا يعني شيء عامة عن الفكرة والسؤال أنت أكيد مطلعة على وضع المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هل ترى أن المرأة النوبية تتعرض إلى نفس مع أنت الاتهاد الإسلام موجود في كل الدول الإسلامية لا نحن فيه ولكن لماذا مع أنت هناك رأينا أصوات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها من المرأة من الحالب الإسلامي أن المرأة خرجت عن هذا الاستعباد الإسلامي بينما لا نرى وجوه نوبية ولا نرى وجوه من القرن الإفريقي خاصة أن أكثر المستمعين على القناة هم من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان تعطينا مع أنت فكرة فعلاش المرأة النوبية مع أنتها مفتهدة ولا يصل صوتها لماذا؟ شنو الأسباب؟ يعني هي طبعا نرجعها لتحكم المجتمع نفسه في المرأة فهي المرأة دائما تحت سلطة شخص مهما كان عمرها فسلطة الأب سلطة الأخ الزوج والابن فيما بعد قيود كثيرة يعني غير القيود الديني في القيود المجتمع والقبلية يعني إحنا كمان عندنا في السودان مشكلة كبيرة جدا اللي هي القبلية أول سؤال لما تقابل أي سودانية على طول من أي قبل فالقبلية هذه هي نفسة كمان بتزرع نوع من يعني يعني إضافة تحكم إضافة للمرأة بالإضافة طبعا يعني أعتقد أنها مضطهضة أكثر بسبب مشكلة الختان يعني يعني الختان موجود حاليا بالنسبة متفعة جدا لسه بعد المنظمات الحقوقية وتجريم محاولة تجريمها يعني ولكن لم يتم يعني سن قانون واضح يفرض عقوبة رادعة لهذا الشيء والمشكلة أنه الختان حتى يتم بطرق وفي أماكن غير مؤهلة عن هذا الشيء حتى ممكن حلاق يكون بعملية الختان فضحايا يعني كثيرين جدا أنها العملية الفضيعة يعني النسبة ممكن توصل ببعضها أحيانا لغاية 85% من المجتمع يعني أنا عندي أقربائي الطفلات إلا الآن يتم ختامهم من شيء محزن محزن جدا جدا وهذا طبعا بالإضافة إلا أنا كمان عندي اعتراض عن حتان البكور ويرجع الفضل لحضرتك وهذا سبب معرفتي بقناتك كنت أبحث عن معلومات رقية عن الختان البكور وبالصدفة شفت الفيديو تبع حضرتك عن الختان وأكملت البحث وقرأت يعني أضافت لنا عن هذا الموضوع والناحية الطبية واكتشفت أنه طبعا كالعادة في الميديا فيه خداع وتزوير حتى في الناحية السكية ويعني الفكرة كلها أنه النفع الوحيد الممكن من عملية الختان هي عملية وقائية لشيء ممكن يحصل مستقبلا لهذا الطفل أو ممكن لا يحصل يعني تعدي صارف على الخطولة وعلى على الجسد وهو شيء مقدس في هذا الحال بالفعل الختان الذكور لا يختلف على ختان الإناث من ناحية الخطورة هذا يعني من جهة معناتها علمية رغم اللي يفهمها هناك بعض من يدافع على الختان من طرف وسط العلم لأسباب دينية وعقائية وأهم شيء في مسألة الختان الذكور الختان النساء لا نتكلم عليه لأنه واضح أصبح ولكن الشبهة ما زالت في ختان الذكور أن أول شيء تقضي على أكثر من خمسين في المئة من الشهوة الجنسية عند الرجل هذا ناحية ناحية ثانية هو تعدي على الطفل بغض النظر عن أي شيء آخر تعدي على الطفل صريح أنك تقطع منه شيء هو ملكه وبدون إذنه تحت طائل المعتقد أو غيرها هذه نقطة أنت تكلمت على مسألة أن المجتمع النوبي أعذرني أنا لا أقول كلمة سودان يعني اسم لا أعترف به أصلاً لأنه اسم عنصري وسموه المسلمين كما سموا الأمازيغ البربر لكي يصفوهم أنهم شعوب متهورة وليهما علمون الحضارة نفس الشيء أطلقوا على منطقة النوبة اللي هي معتها حضارة كبيرة جداً وهي معتها امتدات للحضارة المصرية ولا يمكن كانت أن تقوم الحضارة المصرية لو للمد النوبي وسموا منطقة النوبة منطقة السودان وهو اسم عنصري ليس هناك دولة في العالم مسمية باسم فهمت؟ لو نمتاحها إذن أنا لا أذكر كلمة السودان عذراً أنا أتكلم على النوبة مجتمع قبلي هناك دول عربية كثيرة مجتمعاتها قبلية منها ليبيا وغيرها حتى مثلاً في المغرب حتى في الشرق الأوسط في الخليج ولكن المرأة استطاعت أن تكسر لا أقول كثير ولكن على الأقل أن تكسر هذا الحاجز طبعاً طبعاً أنا حبيت نسلك سؤال فيما يخص المرأة النوبية يعني ومشاركتها في التعليم هل المرأة النوبية عندها الفرصة لكي تتعلم أنا أقول يمكن لأن منطقة القرن الإفريقي ومنطقة النوبة المرأة ليس لها المجال للتعليم مثل في المناطق الأخرى أسألك هل تسؤالي أنك أنت معنا تعرف هذا المسأل يعني هل التعليم أسلوب التعليم بحد ذاته يعني يزيد يردخ المرأة ويردها عبدة أو أسلوب التعليم يمكن أن يعطيها آفاق جديدة للحرية والمطالبة بحقوقها هو طبعاً مشكلة أنه التعليم بيغلب عليه أشياء تانية يعني حتى التعليم التعليم عندنا في المجتمع بائث لأن بيدخلوا فيه معتقدات بتفرض عليك اللي هو أو بتكون كأسلوب قمع آخر فهي فعلاً يعني من الكتب المدرسية بيوضح لك أنه المرأة في المنزل الطبك والأب يخرج للعمل فهذا يعني اللي واحد هتعطي للطفل أو الطفلة هذه الفكرة بترسخها أنه المرأة للمنزل والرجل يخرجين يخرجين عنها وهذا في في حد ذاته بيساعد في القمع إضافة للتربية في المنزل فهي التربية في المنزل بتقوم على هذا الأساس إنه البنت من تبتدي تتكبر أو كده فعلى طول بيتم توجيغها للأعمال المنزلية إنه البنت يتساعد إنه البنت يتساعد يعني هدف هدف سامي لحياة المرأة بدونه لا تسوي مهما عمله فهذا بيسبب ضغط حالياً خاصة الظروف الصعبة الاقتصادية الزواج أصبح صعب الشابات والشباب يعني صعوبة الزواج فهذا في حد ذاته بسبب خاصة أن البنت عندها عمر بيعتبر أنه عمر الزواج والعنوسة ضغوط إضافية على المرأة الرجل ليست عليه هذا الضغوط يعني هو ممكن يتزوج في أي عمر ودكوة نفسه ما فيش كاليه فهذه أشياء إضافية بتسبب الضغوط للمرأة المدية طبعاً طبعاً الآن نريد أن ندخل في الموضوع اللي هو الزواج نحن عندنا الزواج ما يسمى على الطريقة الإسلامية اللي أنت تواحكي تعليه موجود في جميع المجتمعات الإسلامية بالصفة عامة أن المرأة هي شرف الأسرة أو شرف المجتمع والمرأة بالنسبة للأب أو للعائلة يجب أن تتزوج لكي كما يقال يعني لكي يحميها من تعرض العائلة لمثلة الشرف وغيرها يسترها يسترها يرتاح منها يتخنى منها يقول لك اللي عنده إبنات يبدأ مهموم حتى يعرسلهم نحن نقوله مثل اللي عنده لبنات يعيش الهم حتى لين يعرسلهم بشيرتاح نفس المثلة عننا بالضبط نفس الفكرة أنا مع أنت سألتك سؤال على مثلة مش نعود نرجع للأسرة خطر هذا هو الموهوع متاعنا هو الأسرة أما غير حبيت نأكد على مسلة المرأة في منطقة النوبة والقرن الأفريقي هل مشاركة المرأة كبير أم ليس كبير يعني حب نعرف يعني كم نسبة النساء اللي يتعلموا يوصلوا إلى مراتب مثلاً الجامعية كم نسبة في منطقة القرن الأفريقي ومنطقة النوبة لا نسبة عالية جداً يعني التعليم متوفر هي طبعاً المشكلة عامة لو في المناطق النائية لكل ما في تعليم بيعتمد على الخلاوي أو التعليم الديني تعليم القرآن واللغة العربية تعليم بسيط في هذه المناطق لكن في المناطق العامة العاصمة أو المدن الكبيرة لا التعليم متوفر للمرأة بشدة وهي ابتدت أول مدرسة للبنات ومعها كان اعتراض مجتمعي كامل لهذه المدرسة كانت في بداية القرن الماضي وابتداها بادئ مسيرة تعليم المرأة الشيخ بابك البدري فهو هذا الشخص اللي بدأ المشوار الحقيقي لتعليم المرأة وكانت بداية مشروطة انه المدرسة تكون في منزله حتى مش مسموح له يفتح مدرسة خاصة للاعتراض المجتمع مش الاعتراض اللي هو الاستعمار الابريطاني في ذلك الوقت فكان المجتمع نفسه رافض لهذا الشيء فأما حاليا نسبة التعليم وبتشوفهم في المدارس وفي الجامعات بالعكس نسبة الفتيات او المرأة السودانية ان لم تكن تنافس الرجل تتفوق عليه في العدد ورغم ذلك لم يسبح للمرأة ان ترفع صوتها من اجل المطالبة بالحرية نتيجة اسلوب التعليم ام نتيجة الضغط الاجتماعي او نتيجة القوانين اللي موجودة في منطقة النوبة شنو الاسباب لتخلي المرأة رغم انها متعلمة ومثقفة ولكن رغم ذلك تقبل بسلطة الرجل او سلطة القوة الاجتماعية شنو السبب هل القانون في منطقة النوبة قانون صارم ام المجتمع كما قلت والنظام القبلي ام ان هالمرأة في منطقة النوبة معانتها مقتنعة انها معانتها ناقصة عكل وجيد هم يعني زي ما بيه بنحكي خليط من كله عندها قناعة من كل الاشياء اللي ذكرتها يعني هي بتقتنع انه الانوية اللي بتربي بتربي الأولادها وبناتها عن نفس الشي مش عايزين يغيروا الفكرة القديمة فهي تعليم له دور كبير جداً وطبعاً التربية الدينية ما بيخلي فرصة المرأة يعني يعلى صوتها او تكون عندها راي او تكون مسؤولة عن نفسها فهذه كل اشياء ما تقفوضة يعني يعني حالياً مهما كانت المرأة لا تستطيع لأي ضرف حتى لو يعني فرضاً مطلقة بأبناءها يعني من الصعب انها تقدر تستقلب حياتها وتربي أولادها وتسكن لو واحدها لا ترجع لبيت العائلة مرة تانية وبيه وأبناء حتى لو تشتغل وعندها يعني تكفل بنفسها لابد ان تكون تحت سلطة حد فهذا الشي يعني بيعطوهم قناعة داخلية ان هما لازم يكون في محرم طيلة الحياة فهي بتقمع نفسها بقناعتها بهذا الشي هما بيرفضوا لاي صوت مختلف او اي اراء تحرورية على طول بربطوها بالانحلال في عدم فهم يعني او خلط بين الفهم الحرية والتحرر والانحلال كنهم مع بعض يعني لو في مرأة حرة وعندها رأي ومسؤولة من نفسها بيحطوها في خانة انها ممكن تكون شخصية منحلة يعني ليس لها لا تفرض عليها اي سلطة او يعني ممكن تعمل اللي هي حابة او يعني لا رادي عليها فهذه هي المشكل يعني هي انه المرأة تقبل بهذا القمر يعني انا اتمنى انه تثور لانه فيه فيه نساء كثيرين جدا جدا عندهم فكر وعندهم رأي ويعني واصلين لمراحل كبيرة تعليم حتى في العمل لكن برضو انه المجتمع بيخليها ما تقدر تتصرف تصرف كامل لانه نرجع مرة تانية حلم المرأة اللي هي انه تزواج تنسترف تزواج فلو هي حرة وعندها رأي بيتمنى النشور منها او من الصعب انها تزواج او حد يعني يقبل ارتباطهم فهذا ممكن يكون من الاسباب بالفعل هي المرأة هي التي تربي والمشكلة المرأة المستهدة او المستعبدة من طرف الدين او من طرف المجتمع هي نفسها تقوم بنفس الخطأ وتربي اولادها على الخضوع سوى البنات او الاولاد يعني دائما تربي يعني الحل الحل دائما هذا معنات حتى في علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ ان المرأة هي هي اللي تبني الاشيال لان هالمرأة مع الاطفال متاعها هي اهم عنصر خاصة في المجتمعات متاعنا وهي اقرب شيء للاطفال وهي في نفس الوقت تربي بناتها على الافتيهات اللي عاشدته هي يعني تقول لبنتها لازم تسمع كلام اخوك تسمع كلام ابوك تسمع كلام المجتمع وهكاكا تنقل الاستعبات من الام البنتها وهكاكا معانتها ما يتمش تحرير المرأة هذه نقطة يعني وانت اتفق معك فيها في الحقيقة في المجتمع النوبي والقرن الافريقي الامر اكثر تعقيد من المجتمعات الاخرى الاسلامية بين قوسين الشرق الأوسط وشمال افريقيا هنا انا جاني سؤال هكا على بالي على في مثلا المواقع التواصل الاجتماعي سوى فيسبوك سوى يوتيوب او غيرها لا نرى مشاركة النوبيين والسوماليين او القرن الافريقي كثير رغم اللي معانتها تتكلموا يعني العربية يعني تتكلموا العربية يعني نلقاوا الشرق الأوسط مع شمال افريقيا تلقاهم يعني يتحاولوا ولكن انا اول مرة معانتها رغم اللي عندي اكثر من 17 سنة على الانترنت اتكلم مع معانتها شخص من منطقة القرن الافريقي هل انتم لكم معانتها المواقع متاعكم الخاصة تحقوا فيها مع بعثكم وما تريدوش تندمجوا مع باقية بين قوسين العالم العربي الاسلامي انا هذا السؤال حبيت نعرفه يعني فين موجودين انتم معانتها صحي 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 عندهم يعني هما من الصعب انه يدخل في المجتمعات اخرى ويعملوا علاقات حتى مع العربة او المسلمين الاخرين دائما بتلاحظ انهم في اي مكان بحبوا انه يتجمعوا مع بعضهم يعني حتى حاليا في اوروبا المجتمع السوداني منغلق على نفسه فقط يعني ما ما يدخلهم مجتمعات اخرى حتى في زي ما ذكرت في مواقع التواصل الاجتماعي عندهم مواقعهم فقط ما يعني من الصعب انه يدخل في مواقع اخرى عندهم ممكن يكون في نوع من انواع الخوف الحوار والنقاس كمان النازعة الدينية عظيمة جدا لم تهتز لسه في القرنة الافريقي او في بلاد الوضع يعني خاصة بعد الحكومة الحكومة البشير الحالية من تسعة وتمانين الوضع تغير تغير كامل يعني المجتمع السوداني كان مجتمع من الفتح يعني حتى الناس في السوارع انا بذكر يعني انا ما عشت في تكونت في السودان كنت عايشة في احدى دول الخليج لكن في الاجازات الصيفية يعني ما حصت الفرق يعني من بداية التمانينات عادي بتشوف مثلا في بارات الشعب عادي والزي والنبس طريقة التفكير النظرة للمرأة النظرة للمجتمع المجتمعات اخرى بس من بعد حكومة الإسلامية فالوضع تغير من الأسوأ بطريقة سريعة جدا 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 وأصبح سلطة الدين تفوق أي سلطة أخرى فأعتقد انه هذا كمان أضاف قيود اخرى على المجتمع الموجود لكن سمحني دعني أمانك انها معانتها حتى في المواقع الإسلامية أنا أدخل المواقع الإسلامية أو الصفحات الإسلامية نلقاوا وشارك الأوسط وشماك الفريقي لكن النوبين ملنقوهمش حتى على البلتولك حتى على البلتولك حتى على يوتوب ملنقوهمش يعني فيه متخبئين أنا نقول فيه موجودين أصلا صحيح صحيح يعني كأنهم موجودين يعني هم يتكلموا العربية يعني يعني يمكن نتفاهمه يعني اتكلم معك بكل طلاقة يعني صحيح صحيح والمشكلة انه النزع العربية عندهم عالية جدا لانا ما اعرفهم من وين يعني اللي احن نسبة عرب يعني شيء واضح واضح وضوح الشمس فهم بصروا انه نحن مسلمين ونحن عرب يعني هذي لغة اكتسبناها بوضع الاحتلال يعني الاسلامي لكن اكتسبنا فعلا هم هم عندهم تحذب لمجتمعاتهم لمواقعهم حتى في المواقع النوبية ما بدي اقوله الا سونا نفس الشي لا يمكن فتح نقاش عن الافكار التحررية يعني حتى مجرد التلميح بيتم الهجوم بكتافة وعنص لفظي كبير جدا فمن الصعب جدا لسه لم نتحرر فانا اعتقد انه امكن ان الثورات اللي قامت في بعض الدول ما سمه بالرابع العربي هل ممكن انه اعطى نوع من الثورة حتى على الموروث الديني يعني هل يعني الشعب النوبي في انتظار لشيء من هذا القبيل حتى انه يثور لانه اكيد فيه ناس يعني فيه ناس كثيرين انا اعرفهم عندهم نفس الافكار ومن سنوات طويلة يعني من اجيال حتى هم يعني خارج هذا المنظومة لكن لا احد يتكلم بالفعل احد يتكلم ولا نعلم عنهم شيء ابدا ولا نعلم عنهم شيء يعني النوبيين يعني اللي متحررين واللي متنورين ما نعرف عليهم حتى شيء وميشاركوش في الحوارات مع انت كيبا نقولوا احنا بين قوسين العربية سواء على الفيسبوك او غيرها يعني فما مشاركة جبه معدومة يعني تقريباً سفر او الان مش سفر سفر فاصل واحد لا اهم فيه فيه خوف فيه خوف كبير من المجتمع ينخاف من المجتمع ينخاف من نظرة الناس للشخص يعني يخافه من المفهوم الفضيحة يعني اذا افكار مغايرة للمجتمع فيه فيه خوف اللي متواجه المجتمع بهذه الافكار ويتم انتقادك لانه المجتمع انتقاده صعب جداً يعني لكن يمكن ان يشارك دون ان يظهر شخصيته يعني دون ان يظهر اسمه او صورته صحيح 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 يظهر صوته افكاره فعلاً اه يعني هل يخاف حتى من خياله؟ لا والله ان شاء الله جتنون بخافه من خياله نعود للأسرة اماني شو رأيت يعني انت في نظام الأسرة في الغرب طبعاً انا عندي تحقصات حول نظام الأسرة في الغرب لا اعتبرها يعني مثالي كما اني لا اعتبر نظام الأسرة في الشرق او في ما يسمى بينك هسين العالم الاسلامي بل هو مع انتها ليس نظام أسرة اعتبرها نظام استعباد للرجل للمرأة شو رأيك في النظام الزواج او الأسرة في المجتمع الغربي؟ طبعاً انا اجدت للمجتمع الغربي من فترة بسيطة ولسه لم اندمج اندماج كامل في المجتمع الغربي بس من الملاحظة البسيطة يعني بلاحظ انه في نوع من المشاركة يعني هذا ممكن الشيء اللي عجبني في الأسرة الأربية في مشاركة كاملة لكل الأدوار يعني التربية ليست على المرأة فقط الرجل والمرأة يربون بتلاحظهم يعني حتى في أماكن ألعاب الأخصال في التسوق أشياء أحياناً بتكون عندنا في المجتمعاتنا محصورة للمرأة فقط هي اللي تأخذ الأولاد في السقن والألعاب والقضاء حاجات المنزل أحياناً كثيراً كل هذه أعباء إضافية على المرأة فالنشاركة هي هذه تكون الميزة اللي أنا لحظتها في الأسرة في المرأة ونحن نفتقدها تماماً مش موجودة قد مصدى ضئيلة يعني لا أستطيع لكن ألا ترى أن الأطفال في الغرب مع أنت خاصة خروج المرأة للعمل يعني خروج الرجل للعمل والطفل يبقى مثلاً في الحضانة ألا ترى أن هناك إهمال للطفل؟ يعني بيكون صريحين أماني وأني مع أنت طفلة كنت طفلة وأنا كنت طفل أنا مثلاً الآن عندما استرجع ذاكرتي فهمتوا؟ استرجع كيف أمي كانت تهتم به يعني في الحقيقة عشرة آلاف مرة أحسن من اللي يعيشه للطفل في الغرب اللي مسكين ميشوف شوالديه أصلاً لا صح 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 صحيح هو هو فعلاً لأنه هو المجتمع الغربي شوية يعني حياة وسريعة فلابد من العمل وأحياناً ممكن الأسرة تكون تعمل فترة العمل طويلة جداً أنا أساساً يعني تربيت في أسرة الوالد والوالدة بيشتغلوا ونفس الشيء في حضانة بس فترة العمل نفسها ما كانت طويلة يعني العمل حد الساعة واحد الضقر الأسرة بترجع نظام طبيعي فلم أشعر بهذا النقص أو إنه في تقصير من ناحية معينة في التربية أو بس في اعتقادي أنا بفضل إنه من الفترة الأولى اللي هي الأول خمس سنوات من عمر الطفل لابد من تواجد خاصة للأم يعني الخمس سنوات الأولى هذه الفترة اللي بيتأسس فيها شخصية الطفل وبيبتدي كون شخصيته وبتوضح شخصية من عمر الخمس سنوات فالفترة الأولى إذا لم تكن في حوجة فعلية للعمل فأنا بفضل إنه أحد الوالدين يبقى مع الطفل وإذا كانت الأم هي اللي تستطيع هي فيفضل، يفضل كلامك جدا معقول مع أنت خليني نحكي عن نقطة هذه خطر هذه نقطة أماني جدا مؤمة علم النفسي قول أن الطفل محتاج من يرافقه ثمانية سنوات الأولى ثمانية سنوات الأولى هي مرحلة أساسية جدا للطفل هذه نقطة النقطة الثانية يجب أن يكونوا زد واضحين أن النظام الأسري بتاعنا ما هو سلبي 100% فيه سلبيات ولكن فيه هجابيات كبيرة ثمت والنظام الغربي للأسرة ليس صدق الله العظيم كما نقول بل فيه سلبيات كثيرة أيضا هو خطر أحنا مع الأسف دائما نريد أن نتبع لا نريد أن نستفيد من الآخرين ونبني النظام متاعنا أنت قلت نقطة جدا مهمة يعني أن الطفل يحتاج خمسة سنوات مع أنتها أحد الأشخاص يكون معاه يعني سواء كان الأب أو الأم فأنت طبعا الطفل هو يحتاج إلى أمه السنتين الأولين لا نقاشة فيها الطفل يحتاج إلى الأم فأنت أما بعد سنتين إلى خمسة سنوات أو إلى ثمانية سنوات يجب شخص يكون بجانبه فأنت سواء كان الأب أو تكون الأم يعني مش مشكلة بتاعه يعني بش الطفل يحس روحه اللي هو مش واحده بش يستطيع يبني شخصيته طبعا يكون معاه مش بش يحتيه الأوامر كما نعملوا أحنا فهمت صحيح أحسن ما يكونش معاه مش بش يراقبه ويكره في حياته لأن الطفل يقلك في علم النفس الطفل لازمك أنت تكون يعني مجرد مراقب له ليس وصي عليه فكرة الضغطاية هي الخطأ يعني لازمك تخليه يتسرط ولكن تكون أنت بش تدخل في أي شي هو يعرض رؤو الخطر أنت بش تحميه يعني أنت مجرد حاملة هذه النقطة المثلة هذية نقطة جدا مهمة أماني هذية مثل الطفل على خطر في الغرب في الحقيقة الأطفال يعيشون بلا أبوين تقريبا يعني بعيدين كل البعد والمرأة هوني أو الرجل يهتم بنفسه قبل ابنه يعني حتى عندما أحنا أنت قتلي أمك وأبوك يشتغلوا لكن أمك أنا نتصورها عندما تعود للبيت أول شي تفكر فيه أنكي بينما هوني مثل ما تتروحي للبيت أول شي تفكر فيه نفسها من بعد لو وجدت وقت لابنه فهمتا يعني هناك شوية معناتها أهمال للطفل لأنه معناتها لهذا معناتها الأطفال متاحهم يعني وأنا ما نش نوقع فيهم هما أحرار أنا نتكلم على بناء أحنا نحاولوا بش نوطفوا من بين التجارب الأخرى والتجارب والمكتسبات اللي عندنا فهمتا يعني المرأة والرجل عندما يتزوجوا لازمهم ينحيوا فكرة اللي احنا عندنا الزواج رجل ولي المرأة وإنما هي شاراكة شاراكة لتكوين أسرة وهالشاراكة هادية تنجم تكون يا أما لتكوين أسرة أو كما نقولوا وإحنا أي حاجة أخرى كأي عقد آخر فهمتا؟ لأن الفكر الزواج عندنا أحنا مع الأسف في المجتمعات نتاعنا هو عقد نكاح معتا تصور ليس هناك في العالم الزواج اسمه عقد نكاح يعني فعلا فعلا وهو يعني مش قطعا لكلامك لكن فعلا هو مش شي بيجي يعني لما تلاقي الشخص المناسب التوافق فكري توافق من كل النواحي لا الشخص جاهز أنا عايز أتزوج فهي نفسها هذه يعني شكرة غريبة أنا بشوفها أنا جاهز أنا أتزوج أنا أتحرك من الجامعة خلاص مفترض أن أخطب وأتزوج يعني شي غريب يعني من بداية تكوين الأسرة خطأ من البداية يعني يعني شوف ما عندها في المجتمعات متاعنا يعني المسألة مسألة واضحة مسألة كما قلت أنت جاهز عندك بيت عندك كذا عندك إمكانيات بش تقوم بأسرة تمشي تشتري امرأة والمشكلة أن هالمرأة تبيع نفسها أحكيني على المهر في منطقة النوبة وزواج السعيرات هل ما زالت عندكم متوما سن الزواج كم في منطقة القرن الأفريقي؟ كم تتخيل؟ يعني من القانون عمر البنت في القانون كم يمكن تتزوج؟ يعني فوق الخيال عشر سنوات عشرة سنوات؟ عشرة سنوات هذا في القانون عشرة سنوات بالقانون عشرة سنوات عشرة سنوات بالقانون بالقانون على سنة الله ورسوله الله ورسوله فعلا عشر سنوات يعني شي محزن ورغم من منظمات من الفيدوفيل الكل يمشوا لمنطقة النوبة؟ آه منتشرة جدا بنسبة عالية يعني خاصة في المناطق التي تسمى بالأقاليم عادي جدا 13 سنة يعني شي طبيعي إلى الآن والمشكلة أن المجتمع موافق يعني بتشوف في مواقع التواصل الاجتماعي صارت في طفلة عمره 8 سنوات وطلقت عمره 8 سنوات تم طلقت وفي طفلة تانية بعمر 11 سنة كمان تم الزواج قريء حديثاً فلما نشوف تعليقات المجتمع في مواقع التواصل الاجتماعي بتحس بالدهول من كلام الناس اللي كانت بينا أفكار غريبة جداً أنه نهاية المرأة للزواج أحسن لسيطرها وإيش راح تستفيد من التعليم لو كمل التعليم يعني أفكار مدمرة لأي مجتمع أنه في ناس تقبل هذه الفكرة وشوفوا أنه بالعكس فيها حسنات أكثر من سيئات والرد أنه أمهاتنا وجداتنا نفس الشي زوجت هذا العمر وطلعنا إحنا كويسين يعني ما فيه مشكلة يعني ليه مكبرين الموضوع فيعني الشي غريب بمعنى الكلمة حرمان طفلة من طفولتها اللي تتزوج شخص عمره أضعاف عمره أسرة بدايتها جريمة زواج بدايته جريمة فمنتشر في المجتمع بكل بساطة بفعل عشرة سنوات بالقانون يعني بالقانون فيعني المنظمات نادت وطلبت أنه يتم تغيير أو رفع سن الزواج بس لا أحد يهتم لا أحد يطلع مظاهرات يطلعوا لكاركتير يطلعوا لفلم موسيق ما يطلعوا لي بناتهم اللي بيتم اغتصابهم تحت سن الزواج بموافقة الدولة ودعم المشايخ الدين هذا أشياء لا تجرح مشاعرنا يعني جرح المشاعر في التوافق الأممي شيء يعني يجعل الواحد يغضب شيء طبيعي شيء طبيعي هذا هي فكرة يعني طريقة الزواج عندنا يعني في الدول الإسلامية كما قلت يعني شاري وبائع يعني في الحقيقة سوى العائلة سوى البنت حتى البنت يعني المهر عندكم غالي مثل في الدول الأخرى أم مقبول هي تراوح هي تراوح المهر مش حاجة ثابتة يعني بيرجع للأسرة نفسها للأب للتقاليد الأسرة للقبيلة يعني فيه في أشياء كثيرة تتحكم في المهر نفسه هي بس أساسا هي فكرة المهر فكرة استعباد هما يعني ما عندهم فكرة أنه هذا المهر مقابل النكاح وليس للتجهيز هما يفتكروا أنه المرأة لمن تقبل أنه تاخذ مهر هو علشان يساعدها تشتري يعني حوائجها للزواج أبدا لا علاقة له بهذا الشيء هو فكرة أنه هذا مقابل النكاح اللي راح يكون وهو خلال الفترة ولذلك كيه مؤخر صداق بعد انتهاء العقل فيعني لا أحد يقرأ ولا يعرف الأسباب موروث أنه الزواج لابد من المهر اللي يتم الزواج شيء طبيعي هو المهر المهر دائما عندها معروفة المهر هو حق الفراش هذاك عنيش المرأة فبعض مثلا بعض النساء تقول لك بعضها يقولوا علاش مثلا المرأة يعني الرجل له الحق أن ينكح زوجته متى يريد ولا يحق لها أن تمتنع عليه هذاك مقابل المهر ذلك مقابل المهر يعني هي عندما أمضت على عقد الزواج وأخذت المهر فهي يعني النجم نقوله نحن باعت نفسها للرجل وأصبح له الحق الكلي في النكاح متى أراد هذا هي مع أنت المسألة اللي نسمي فهمواش إذن نعود من مسألة الشراكة مع أنت الشراكة ما بين المرأة والرجل في الزواج كما قلت يعني عندما نتكلم على زواج عشرة سنين أو ثمانية سنين أو 11 سنة هنا لا تصبح شراكة هنا تصبح ولاية يعني الرجل ولي على المرأة صحيح عندما تكون شراكة من الأمور الضرورية لقيام الشراكة أنها يكون فيما تكافؤ من بين المرأة والرجل سواء على المستوى الثقافي والفكري وحتى في العمر صحيح بالنسبة لي عقد الزواج هو عقد شراكة كأي عقود مهما كان سواء لتكوين أسرة سواء للتعايش مع بعض سواء لأي شيء آخر فهمتها؟ صحيح وهنا يعني أنا نشوف مثلا لو يكون مع أنتها مع أنتها نية بإنجاب هنا المشاركة مع الرجل لازم يعني التفكش كون يبقى مع الطفل سواء المرأة سواء الرجل فهمتها مش لازم تبقى مع هالمرأة مع انتها وينجم الرجل هو اللي ما يشتغلش والمرأة تشتغل أو المرأة ما تشتغلش والرجل يشتغل يعني هداي الكل بالتوافق من بناتهم لأن هوني مصلحة الطفل قبل كل شيء صحيح إذن هذه نقطة مهمة فهمتش نوع رأيك أنت في الموضوع هذا صحيح هي طبعا المشاركة زي ما حكينا تبتدي من بداية الزواج من فكرة المهرة من تكاليف الزواج نفسه مفترض أن يكون مشاركة كاملة يعني باتفاق الزوجين وما أحرار يعني طريقة الزواج بدون فرض وصايا من المجتمع أن تكاليف يعني طبعا بيختلف من شخص لآخر يعني أنا شخصيا بشوف أن هالأشياء يعني بالنسبة لي يعني لا تسبب لي السعادة أن حفل كبير ومعين وحفلة وهذا الشيء يعني ممكن لمرأة أخرى بالعكس هذا ممكن يكون حلم حياته ليلة العمر فلا أقدر يعني أنه أنا أقيد حرية للآخرين في هذا النقاء بس لابد من المشاركة ويعني تسام التكاليف وأن الأسرة عشان تبتدي بداية صحيحة مش تبتدي بداية بديون لأشياء فارغة يعني إذا شخص ما عنده الإمكانية لهذا الشيء يحد الزواج نفسه في قدر إمكانياته حتى أنه يقدر يستمر بطريقة فارحيحة من البداية ومشاركة المرأة والرجل في التكاليف وفي الحياة نفسها وتكون الأدوار واضحة من البداية وكما تفضلت أنه لا بد من التوافق والفكري والتوافق في كل النواحي يعني حتى يكون في تفاهم بين الرجل والمرأة لكن تيجي المشكلة من ناحية الرجل يعني عندنا في المجتمع ممكن تتكلم عن المجتمع النوبي أنه المرأة اللي بدون مهر أو بمهر بخص سيبخسها هو في المستقبل فممكن تكون ما عندها قيمة إلا لو الشخص نفسه يعني بيعتمد على التفكير لقد أنه نغير فكرة المجتمع نظرة المجتمع لهذا الشيء فمن طرف المرأة واحدة يعني إذا واحدة جات وطلبت أنه تتصل معه الزواج أو ترفض أن يكون عندها يتم شراءها بعقد تملك ودفع المهر المجتمع نفسه سينظر لها نظرة غريبة والرجل نفسه يعني بيعتمد على الرجل نظرة هذا الشيء فلا بد من تغيير المجتمع أساساً والنظرة للمرأة والنظرة للرجل حتى الرجل الأمثال بتاعتنا كلها غلط إحنا عندنا مثل في السودان بيقول المرأة لو فاس ما بتكسر الراس يعني مهما بلغت مهما عملت ما منها فائدة والنفس الشيء نظرة للرجل الرجل لا يعيبه إلا جيبه فالرجل خزنة متحركة المفاهيم كلها فاطئة بتخلي الأفكار كلها مختلة يعني في التنافس في الأسرة نفسها على أشياء غير صحيحة بالفعل أماني يعني كنت تشوف يعني طريقة الزواج عندنا أحنا يعني تقوم على مفاهيم كما قلت خاطئة يعني نغذروا هل الرجل جاهز أم لا نناقشوا قضية المهر نناقشوا قضية المظهر متع المرأة هل مع أنت تعجبوا ولا متعجبوش طبعاً لا نتكلم على أن المرأة يعجبها الرجل أم لا نتكلموا هل الراجل تعجبوا المرأة قبل كل شيء فهمت اما المرأة آآ يعني ترغب في الرجل أم لا ترغب ذلك غير مهم يعني المرأة مغيبة في هذه المسألة المهم إنها الراجل يرغب في تلك المرأة يعني مظهرها آآ يرغب فيه نتكلموا عن عمر نتكلموا عالبكارة آآ نتكلموا على مستواباج اجتماعي نتكلموا على كل شيء ولكن ما نتكلموش على... المفاهمة، مستوى الواعي مستوى الفكر هذا كل غير مهم لأنه كما قلتي يعني الرجل يعني يمشي بفكرة على أنه سوف يشتري امرأة ولكن هنا هل المرأة بحد ذاتها عندما تطلب مهر أو عندما يعني تقبل هذه الشروط أليس هي مشاركة في الجريمة أيضا؟ صحيح مشاركة أكيد في الجريمة وفي أنها تشوش نفسها سنعة يعني كون أنه هي شافت نفسها سنعة من حق أنه يشتري ويبي فيها ومن حق أنه يتزوز مثل ثلاث ورباع من حق كل هالأشياء أكيد طبعا إذا عنده القدرة المالية وهم يعني في جزء كبير مقتنع بهذا الشي عند الزواج الثاني حاليا منتشر انتشار كبير جدا الفتيات نفسهم ما عندهم مانع أنه يتزودوا رجل يعني بزوجته وأبناءه ما في أي مانع عندكم عادية؟ لا 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 حاليا بالعكس عادة جدا لا يعني ما بيشوفوا فيها شي بما أنه عند المقدرة المهدية أنه يتكفل بأكثر من بيت لا يعني ما فيش مانع كبيرا هاكم عايشين في الجنة جنة جنة جدا وعين وعشرة سنوات وثمانية سنوات هاكم الإسلامي هاي الجنة هذي وإحنا ما نعرف كويش فعلا فعلا ما فيش أي مسؤولية على الرجل منعم يعني بيتدلع عندك النوبة يعني يكفي عندك شوية نوقود خلاص يعني تعيش مع أنت أحسن عيشة طبعا أكيد أكيد عجيب والله عجيب إذن نعود للموضوع يعني أحنا قلنا مع أنت أنت تتكلمت يعني على مثلة المرأة المرأة ما لاحظتش اللي المرأة بصفة عامة ولو في المجتمع الإسلامي ولو حتى تكون عندها شهائط دكتوراه عندما تتزوج تتحول إلى خادمة طبعا طوعيا وليس بالغصف فيه طوعيا طوعيا لأن لو لم تفعل هكذا لا تستطيع أن تتزوج أصلا طبعا ما قلت أنت قبيليك قلت يعني المرأة المتمردة لا يمكن أن تتزوج يعني المرأة اللي تثبت شخصيتها ما تنجمش تتزوج لأنها لن تجد الرجل الذي يقبل أن تكون مرأة شريكة له يعني يحب مرأة تحته يعني هذه ما يسمى بفكرة الفوقية يعني الرجل يجب أن يكون فوق المرأة يعني هذه مسألة لن يقشفها في المجتمعات بتاعنا بصفة عامة والمرأة اللي تحب تساوي روحها بالراجل ولا تحب ترتفاع الراجل ما تلقاش زواج مسألة العنوسة عندكم تما مشكلة هذيك في مسألة العنوسة؟ مشكلة كبيرة جدا رغم زواج الاثنين رغم زواج الاثنين والثلاثة والاربع ما هو هذا السبب اللي خلى زواج الاثنين حاليا مقبول بشدة هل حل مشكلة قليل؟ يعني هو زاد المشكلة طبعا في المجتمع صار في خوف كبير على يعني المرأة المتزودة على زواجة أخرى كيف كيف؟ لكن يعني صاروا المنسال المتزوجات في خوف دائم على رجالهم لأنه المنافذة صارة قوية جدا وبنات في عمار صغيرة جدا يعني يعني في صعوبة في الزواج حاليا الشباب غير ليست لديه إمكانيات الزواج يعني بفضل يضيع وقتها يعني يحب يحب يحبون زواج فهما اللي عندهم الإمكانية أغلبيتهم يتزوجون حاليا فالزواج الثاني أصبح مرحبين قبل البنات اللي بيعتبروا نفسهم عوانس هي هنا النظرة للعمر اللي بيعتبر إنه فاتهم قطار الزواج أصبح يعني تقريباً في الثلاثين أو خمسة وثلاثين أو شي يعتبروا نفسهم خلاص فاتهم قطار الزواج وعنسوا فهذا كمان شي يعني محزن وممكن إنه يحد من طموحهم وصارت يعني أساساً هي أو لو هي هل أكمل في تعليمي وأضيع الفرصة وإنه مثلاً لا أتزوج وأترك التعليم والمواصلة لدراسات العلية فصارت التوفيق بين الأشياء صعب جداً في المجتمع حالياً نسبة للعنوسة مرتفعة جداً وبتشوفهم يعني حتى في مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تقريباً ظاهرة للعنوسة المشكلة يقولوا هما اللي تعد زوجات يحل مشكلة العنوسة لكن حسب رأيي أن الشخص اللي بش يتزوج إمرأة ثانية سوف لا حتى ولو عنده الإمكانيات يعني لا أظن أنه سوف يتزوج إمرأة عمرها 30 سنة أو 40 سنة سوف يتزوج واحدة عمرها 10 سنوات يعني الصغيرات فعلاً يعني الصغيرات يعني كمش يتزوج هو العمر 10 أو الأعمار الصغيرة هذي غالباً في المناطق اللي مش في العاصمة في العاصمة فيما ندر آه يعني فوق 16 سنة 18 سنة آه بس إنه الأعمار هذي في الأرياف فعلاً في الأرياف في الأرياف معناتها سفة عامة يعني تعدد الزوجات الشخص اللي عنده الإمكانيات بش يتزوج ما هوش بش يتزوجه واحدة عمرها 40 سنة لكي يوقضها من العنوسة وإنما سوف يتزوج ببنت عمرها 20 سنة على العقد صافي صافي و هذا اللي قاعد يصير يعني ما في حل للعنوسة ما في حل للعنوسة يعني ما مفتبش يعني هنا يا معناتها مشكلة مؤخرة دائماً يقولوا تعدد الزوجات تحل مشكلة العنوسة بالعكس تعدد الزوجات تزيد تعقد الأمور أكثر لأن الأشخاص العاديين اللي معناتها عندهم إمكانيات معناتها بسيطة ما عادش نجموا يتزوجوا البنت اللي عمرها 20 سنة ويتزوجها شخص آخر عنده إمكانيات أكثر بيكون أكبر في العمر إذن الأشخاص اللي خلين يبقوا بلاش فمتا يعني عمرها متحدة للمشكلة حابيت نسألك هوني على مسألة شو دخل معنات العلاقة بين المرأة والرجل في منطقة النوبة هل هناك نوعاً ما المرأة معناتها حب أو رغبة في الزوج أم إن المرأة ممنوعة من الحب وممنوعة من الرغبة هذا خاص بالرجل فقط خطر نعرف واحنا في المجتمعات متاعنا الراجل هو اللي عنده الحق يحب ويرغب أما المرأة يجب أن تقبل أو لا تقبل فقط صحيح لا الحب هذا لا يعتبر من المحرمات ويعني طبعاً إلا ما ندر يعني في بعض الأسر المتفتحة وتقبل بهذا الشيء طبعاً بشرط إنه معرفتهم بهذا الشيء بعدها بشوية على طول إنه بيتم الزواج ومش فترة علاقة مدة طويلة فلا بمرفوضة من المجتمع أمونا يعني حتى من النساء نفسي بينتقبل المجتمع حالياً إنه في الجامعات أو كده بيشوفوا الظاهرة في البنات مع الأولاد فبنتقضوا هذا الشيء رافضين المجتمع لسه لا يتقبل ببعش إنه الفتاة المحترمة هي التي تكون بدون أي تجارب حتى زواج حتى سن زواج والرجل المحترم الذي يكون عنده كثير من التجارب ما بعيبه إلا جابه في الآخر أنا أضحكني يا ماني مثلا إنه يقول لك الرجل في العالم الإسلامي يحب إمرأة ما عندهاش تجارب ولكن الرجل عنده مئة تجارب أنا عملت تجارب مع مين؟ مع مين؟ مع نساء من كوكب المريخ؟ لا ما هم بحبه يعني الواحد يحب يعيش في خداع نفس هو عارف بيكونه متأكد إنه هي بيكون عندها يعني ممكن مش تجارب كاملة بس بتكون مرت في الجامعة أو في مرحلة الفترة الثانوية وفيه تجارب طبعا أكيد بسهم لا 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 ما بحب يعرف أبدا ولا يتخيل هذا الشيء وطبعا نتوم التكتم عن كل حاجة والمجتمعاتنا يعني شاطرين جدا في تكتم وتغيير الحقائق واحتفاظ بأسرار فهذه من الأسرار يعني لا يوصح المرأة في المجتمع النوبية بإنه تطرح فيها لأنه هتكون كذلة إلها طول العمر لما الصعب فيها هذا من بركة الإسلام وبركة الإسلام يقول لك إن عصيتهم فستتروا بس يعني المهم الستر ليس مهم الغافي زي ما بقول عنا تعمل السبع وجمات بس تحت تحت يعني مش على المكشوف يعني المشكلة يعني الصراحة والوضوح فهذا هو سبب الخوص من المرأة الحرة اللي عندها راي وعندها شخصية ولا تخاف ولا تخجل من أي حاجة خاصة إذا كانت يعني من يملك قوته يملك قراره فهذه هنا المشكلة النظرة لنوع النساء اللي الحرات اللي لا يتملكهن الخوف يتم النظرة لهم بنظرة سيئة جداً من المجتمع يعني ممكن أنا أكون قاسية من هذا الشيء يعني وتدخن هذي على طول بيحطه زي ما بقوله لابل أو باتش على المرأة إنه ممكن تكون أخلاقها فاسدة لأنه لا علاقة هي عادة سيئة ولا أكون يعني شيء يعني عادة من شخص تعود عليها يعني لا تفرح إنه رجل بدخن أو مرأة بدخن هي شيء سيء في الأحوال عن الصحة بس هذي بوضح يعني طريقة نضغط المجتمع للمرأة يعني إحنا مجتمعنا النوبية عندت تزمد في أشياء تافها وبسيطة يعني الحجل إذا واحدة لابس حجل في رجل هاك يتم تصنيفه إذا اللي الذينة مثلاً مش عارفة إنك الصماش 오ي زمان اللي في المنحار الحلق فهذا كمان يتم تصنيفها حتى هذه؟ تصنيفها على كل شيء ويديهم قوالب جاهزة يحكمون بها على المرأة أيوة أيوة تلبس مثلا البنطال برضو ينحط عليها ليدو كل شيء يعني القيود على المرأة اللي هي كثيرة كثيرة لا تحصى لا تحصى أقل تصرف حر بيكون ضدها فهذا هو من الأسباب اللي بتخلي والنساء ما يقدروا بيتكلموا بحرية وبطلاقة ويشارب أفكارهم مع الأخرين ويكونوا منغلطين على مجتمعات وحتى في مجتمعاتهم ما في صراحة كاملة في مجاملة للمجتمع ومجاملة للي حوالينك خوش من نظرة المجتمع ليك في في خوف سديد من اللوم يعني انه يتم لوم الشخص على أفكار وعلى معتقد وعلى تفكير وطريقة حياته يعني من الصعب انه تعيش بطريقة اللي بطريقة حاسبة وأنت في هذا المجتمع حبيت نسى لك سؤال يعني جاني الآن على الطائر هل الحجاب إجباري في منطقة النوبة؟ كان في الفترة الأولى للتقومة من 1998 كان إجباري وفضل لغاية ممكن بداية الألفونات في نفس الشيء إجباري حتى في الشوارع ممكن زي نظام في السعودية الشرطة الدينية كانت موجودة وبتشوفهم شايلين عصي وعصيات في الشوارع بضرب البنات أو مش ناكسة غطاء الرأس على شعرها أو ناكسة طبعا طنطنون هذه على طول على السجن فبس حاليا لا بشوف إنه شويا المجتمع صار أقل حدة في هذا في جهة اللبس يعني هناك الآن مثلا في الخرطوم أو في المدن الكبيرة يعني نساء لا يرتدون الحجاب عادي يعني خلال بتشوفهم أكتر في المناسبات في الفترة المسائية يعني أما كذا في الشارع في فترة صباحية لا لازم لا لازم لا لازم يكونوا نفسين أو أقل شيء يكونوا حقين حتى أو يعني شمار بسيط على الرأس مش مفترون إنه يكون مربوط لربط المتزمت هذه بس صار عادي ممكن تشوفوا النافسين بس لابد من وجود الغطاء الرأس حتى لو نحط على الكتف مطبول بس يكون موجود يعني عجيب إذن معنتها أنت كيف تقيم يعني الوضع في منطقة النوبة اليوم يعني في 2017 يعني هل ترى أن المجتمع النوبي بدأ يفيق ولا مزال معنتها ما بينهم أنت من دين المسافة مع بقية العالم العالم الإسلامي فهمتها هل هو مزال متأخر أم بدأ يلحق بالمناطق الأخرى مثل مصر مثل شمال إفريقيا مثل الشرق الأوسط حتى السعودية يعني السعودية عدد المتنورين غريب جدا فهمتها لسه 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 بعيد ما لحق هذه الدول التي صارت على الموروثة الديني وخرجت على قيود المجتمع لسه للمجتمع النوبي يعني محتاج وقت لسه محتاج للتنوير محتاج لقنوات زين قنواتكم توصل توصل اليهم أنا يعني عندي شعور أنه ما بتوصلهم أي معلومات مع المغيبين ما عندهم أي فكرة ما في أي فكرة معهم إنترنت هل هو منتشر في منطقة النوبة أم عندها محدود؟ الإنترنت؟ موجود الإنترنت بس ما أعتقد أنه في نسبة كبيرة تتابع للمعرفة يعني ممكن يكون الاستخداما أكثر ترفيهي أو حتى للمعرفة بعيد عن تنوير أو تغيير الأفكار أو التأكد حتى شخص يتأكد من المعلومات اللي عنده لا أشعر أنه في رغبة لهذا الشيء فيه تأكيد كامل من سريء أنه المعتقد الموروث عند المجتمع هدا مليون في المئة أكيد صحيح بالنسبة للشيء قليل المجتمع لا يفعل والأفراد لا يفعل ما تعرش شنوى السبب يعني عدم الاهتمام عندها بل كش معانتها لعلا يعني لأن البعض معانتها ليس هناك نشاط أيضا خطر احنا مثلاً في كمال أفريقيا أو في مصر يعني بدأنا عجل سنوات يعني بدأ واحد واثنين وثلاثة واربعة بينما النشيطين المتنويرين من منطقة النوبة والقرن الأفريقي يعني ما فهمش كثير فهمت؟ يعني ما فهمش أصلاً أصلاً ما فهمش أصلاً ما فهمش فهمت؟ يعني هذي المشكلة يمكن أنت الآن بهذه المقابلة يمكن تجلب الانتباه لبعض هذا ما تمنيته يعني باردور يعني فهو هذي رغبتي حبيت أنه تظهر حضارتنا المنسية في كل فترة أنه مضى المنسية والناس يعرفوا تاريخهم الحقيقي ويعرفوا حضارتهم الحقيقية وعدم فداع النفس وانتمائهم لكذبة يعني صدقوها وآمنوا فيها فلا بد من أن الناس تتحرروا ولا بد أن تتوجه القنوات توعية وتنوير لأهل النوبر خاصة يعني مجوداتكم جبارة حضرتك والأخ سعيد والأخ كافر مغربي فأنا ألاحظ أنه التنوير ينتشر بسرعة كبيرة في شمال أفريقيا وكمان في مصر مجودات الأشخاص المعروفين للكل فنحتاج أسوات تقوم بنفس الدور لبلاد النوبر طبعا لازم من الداخل من الداخل لازم معانتها النوبيين والسوماليين والمناطق هذه القرن الأفريقي هم أريدهم يشاركوا ويحاولوا يندمجوا ويدخلوا في هذا ما يسمى الثورة التوعاوية الموجودة في منطقة النجم ونقولوا ونحن بين قوسين العالم العربي الثاني وخاصة تنتج معنا اللغة نجم ونتفهمهم بعض مننا ونبقى حتى مشكلة بش نحكي معاك ولا نحكي مع صومالي وهذا معانتها رغم الاستعمار ورغم التعريض لازمنا نحاول ونستفيدوا من نقطة هذه التي تعتبر نقطة قوة لدينا صحيح أنا بس عندي سؤال لإنك كريم هل عندكم مثلا في تونس هل تدخل الأسرة يعني مثلا عندكم جيرانكم هل من حقكم اللي تدخلوا في أسركم يعني ليش بنتكم كذا ليش ولدكم كذا يعني احنا هذا الشي عنا قوي جدا جدا يعني الحي كله مترابط كأسرة غير يعني أسرتك الحقيقية بتتدخل فيه من أعمام أقرباء فتدخل كبير جدا جدا أي شخص ممكن يتدخل في حياتك بكل سهولة ممكن يشرب عليه آراءه وقيوده فهذا الشي ممكن يكون سبب أنه يمنع أي شخص متلوت أنه يحاول ينشر معرفته مع الغير بيحتفظ فيها اللفسه لأنه عددهم يعني مش بسيط من أجهال سادقة بالفعل هذا يعود للإسلام نفسه يقول لك كلكم راعي وكلكم مسؤولا عن رعيته ومن رأى منكم منكر فليغيره بيده فأن لم يستطيع فبلسانه فأن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان احنا في شمال إثريقيا نعاني أيضا من هذه المشكلة ولكن لا أتصور أنها بالدرجة الحادة التي موجودة في منطقة النوبة أو مناطق أخرى طبعا وهي تختلف من منطقة المنطقة من منطقة الأرياف تلقى هذا الشيء نفس الشيء بينما في المدن الكبيرة لا تلقى هذا الشيء شبه معدوم يعني ما يدخلوش يعني العائلة يمكن هي اللي تدخل أما الحي والحومة والجار والعطار حتى الطبيب الحومة وحتى كل الناس اللي يدخلوا صحيح صحيح يعني هذه هي الإشكالية إشكالية الحرش لازم ينكسر الحرش وأنا بشوف أن الأسرع طريقة هي الحروج من قوقعتنا ولابد زي ما أنت وضحت سابقا أنه نسعى الوحد الجدود مش كل مجموعة تشتغل في منطقتها وفي دولتها فقط لازم يكون الموضوع عام لابد من المنظمة تحمي الخارجين من الإسلام لأن نحن نعتبر أقلية والكثيرين لتعرضوا لقمع فضيع في أسرهم من مجتمعاتهم إضافة أنه نقدم للمحتاجين الدعم لهذا المنظمة أنا بالنسعى لهذا الشيء بالإضافة هل ناقشت إمكانية أن يكون عنا قناة حرة قضائية؟ في الحقيقة هذا ما أنت نسعى أنا أسعى إليه منذ مدة فهمت؟ أول حاجة بمسألة ما يسمى الخارجين على الإسلام أنا أحاول أن أعمل في هذا المجال حتى أني أطلقت صفحة موجودة على الفيسبوك اسمها SOS X Muslim يعني من أجل دعم الخارجين على الإسلام بالفعل أماني أن تجد المتمسحة والمسيحي عندهم الجمعيات متاحهم كل واحد ينتمي لدين حتى البهائيين أو غيرهم عندهم من يدفع عليهم بينما اللي يخرجوا من الإسلام ويختاروا أن يكونوا لا دينيين أو إنسانيين ما عندهم شكون يدفع عليهم فمثلا حتى أحنا تكلمنا في مسألة هدية قبل مدة حاول مسألة أنها سنقدم طلب للأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية على أساس أنها يعتبروا المرتدين على الإسلام أقلية ويجب حمايتها كما حماية الأقليات الجنسية والأقليات العرقية والأقليات الدينية فمثلا عندما يأتي سمعني شخص مثلا مضطهد في دولته وهو مرتد على الإسلام إلى أوروبا يعامل كمسلم لا يعامل كأقلية إلا عندما يكون مسيحي أو ينتمي لأرق معين أو عنده توجهات جنسية لو كان مثلي يمكن يعطى له معنى المساعدة أو كل شيء لأنه مثلي لأنه تم جمعيات مثلية تدفع عليهم لو كان مسيحي هناك جمعيات مسيحية تدفع عليهم لو كان عرقي هناك جمعيات عرقية مثلا تدفعين جماعات معينة يدفع عليهم ولكن عندما يكون إنسان ويكون حر يدفع عليهم فهمت هذه مشكلة مشكلة كبيرة جدا فهمت لأن ما يسمى المرتدين على الإسلام ما هم مش محسوبين أنهم أقلية هذه مشكلة هي مشكلة قانونية نعتبر يعني تدفعين للإسلام لا يعتبروا لا شيء لا شيء لأن القانون الدولي شنو يقول لك يقول لك المضطهد دينيا أما يكون بالأصل مثلا على دين معين مثلا مسيحي مضطهد في دولة إسلامية أو مسلم مضطهد في دولة مثلا مسيحية هذا كي تسمى أقلية يعني عندما تخرج من الإسلام وما أنت نتميش إلى مجموعة أخرى يعني لو أنت مسلم وخرجت من الإسلام ودخلت للمسيحية هنا تولي أقلية أما لو تخرج من الإسلام وتولي حر ما تتبع حتى حد يكون بشي يحميك يحميك حد هذه مشكلة يعني مشكلة كبيرة جدا فهمت لأنهم يعترفوش هما المنظمات العالمية يؤمنوا بقوالب كما فماش قالب فهمت ما يتسميش أقلية لازم قالب يحميك أما قالب مثلي مثلا الحرية الجنسية أو قالب ديني أو قالب عرق والمرتدين على الإسلام اللي لا ينتمو إلى الدين آخر يعتبروه خارج القوالب فلهذا يعاملون كمسلمين وإن خرجوا من الإسلام بينما لو انتمون المسيحي ولو يعاملون كمسيح أما كي يبقى إنسان لا ديني حر ربوبي أو شيء آخر فهو لا ليس له أي اعتبار المهم أحنا وصلنا لنهاية بيتيوبش من زيوة نطوله على المشاهدين في الحقيقة أماني الحوار كان دردشة بكل عفوية تكلمنا في عدة جوانب أما أنا أتمنى أتمنى أني مع أنت نحضروا مع أنتها فيديوهات نحب أنا نعرف أنت مع أنت منطقة النوبة ومنطقة القرن الإفريقي نظن فرصة هذه أنت تعرف المجتمع تعرف كل شيء يعني أنت من عين المكان أننا نعرفوا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كيفاش تعيشوا مع أننا حتى فكرة عليكم فهمت؟ يعني كيفاش تعيشوا كيفاش تركيبتكم شنو مثلا 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 القبائل اللي يقولون عليها مثلا نعرفوا ليحنا مثلا فهمة درفور فهمة ناس ما يفهموش قصة درفور وشنية مسألة درفور وشنوة مسألة جنوب السودان وهذه الأمور الكل يعني خلي مع أنتها نعرفوا مع أنتها لبقية ما يسمى المتكلمين باللغة العربية كيفاش يعيش القرن الأفريقي اللي هو ماهوش مختبط كأنه ماهوش من العالم العربي أصلا فهمتها بنا قوسين عالم عربي يعني كأنه ليس وطن نتكلم ونتكلم على مصر على الشرق الأوسط وننساو المنطقة القرن الأفريقي فهمتها ما نش فاهم أنا لا المنطقة هذه تريد أن تندمج معنا لا أحنا مشينا نحوها فهمتها شكرا إذن أعطيني معناتها بصفة عامة شنوها تنصح أنت أهل النوبة ومنطقة القرن الأفريقي رأي هذه منطقة القرن الأفريقي هي تعتبر يعني منطقة مستقلة بذاتها وتنشون قسمه أفريقيا يعني المناطق المهمة عندك مصر أمة لوحدة على خطر الآن العالم يقسم على حسب يعني الأمور الاقتصادية على كونتونات بمئة أقل شيء مئة مليون أقل شيء مئة مليون عندك منطقة النوبة والقرن الأفريقي هذك كونتون لي واحدة عندك مصر كونتون لي واحدة شمال أفريقي كونتون لي واحدة هاكا ماشي يتقسم العالم شنو ما تنصح منطقة القرن الأفريقي خاصة للمتنورين منهم وشنو ما تقول لهم يعني ككلمة أخيرة هذه نقطة ونقطة ثانية بالنسبة للعلاقات اللي معنطها من بين الراجل والمرأة في منطقة القرن الأفريقي شنو ما تنصحهم زادا بش نخدموا الفيديو هذا بالنسبة للمتنورين عندنا بتمنى إنهم يعني زي ما داماً بجدود نحقوا الفوف وإطلعوا للعالم يعني الكثرة تغلب لما نكون في أصوات كثيرة بتنادي وتحس فقط يعني لو مش ضروري اللي هو ناخد النظام الصدمة ممكن طرح يعني مواضيع للنقاش وتثير التفكير والتساؤل عند الأغلبية هذه كخطوة أولى لأن المجتمع حالياً يعني مش دي مجتمعات الأخرى سبقتنا يحتاج لتجهيز شوية أنه يشك ويتدي يبحث ويتدي يقرأ حتى نوصل للتنوير الكامل لابده أول شيء زي ما وضحنا لابده من ترك الخوف و الظهور يعني كنا مع بعض بنساعد وهذا كله من المستقبل الأجيال القادمة بالنسبة للسؤال الثاني ما ليش نزيتم سؤال الثاني على نصرة العلاقات الأسرة أبن الأيوة طبعاً زي ما حكيت يعني عن الزواج في منطقة النوبة عنده محاسنة ومساوي المساوي اللي هي التقسيم المرأة من البيت والرجل كذا لا بد من المشاركة الحياة مشاركة الزواج مشاركة تربية الأبناء مشاركة بيحتاجوا للأب والأم زي ما وضحنا بيحتاجوا للأم أكثر في الفترة الأولى لكن لا بد من مشاركة الطرفين في عملية بناء الأسرة كمان لا بد أنه زي ما وضحت يعني النموذج الغربي في مشاركة بس فعلاً في نوع من الجفاف في الأسرة يعني أنا أشعر أنه عندنا مساحة الترابط بكسري شوية أقوى وتحس في حنان أكثر في الأسرة دافئة أكثر فنحافظ على هذا الأنشي نتمنى أنه المرأة تتحرر أكثر من قيود الوصاية المفروضة عليها من المجتمع المرأة متعلمة المرأة متعلمة المرأة كاملة ليست ناقصة يعني في كثير من الأسر المرأة هي أحياناً تكون متكفلة في الأسرة فمن حقها يكون عندها رعاية تختار المناسب لها في الحياة وعدم الخوف من المجتمع المغلق المجتمع يحمل أفكار كثيرة والحياة الشخص يعيشها مرة واحدة يعني الحياة في الخوف لا تعملها ولا معنى يعني الإنسان يعيش حياته بطريقة مناسبة وهي موازنة يعني لا تدخل في صدام وصراع مع المجتمع وفي نفس الوقت ما تحبس نفسك ولا تعيش في قمقم المجتمع يعني كنصيحة للمجتمع عامة أنه مجتمعاتنا مقيدة للأفراد وأنه الحياة يعني كفكرة الحياة يعني أنا أعترض على الفكرة الإسلامية بتاعت الحياة وأنه الحياة معبر والفكرة كنا يعني نعمل لما بعد الموت وهذه فكرة بتسبب اليأس فلا حياة جميلة والواحد يعني ما يعتبر نفسه كأنه ما زي ما شخص ركب قطار بالخطأ ومتوقع في أي لحظة أنه حينزل من هذا القطار ويلاقي في كين قضار وخور وعين كل هذه الحياة جميلة الواحد بيستمتع بالبطار وفي مناظر حلوة بتمر بأشياء جميلة لازم تشوف وتستمتع فيها الحياة كفكرة يعني يعني التخطيط للموت شي غريب الثقافة غريبة جدا يعني أنا أستمتع بالشيء المضمون ولا أحط كل البيض في سلة واحدة والسلة ممكن تكرم الشباكة تكسر الشيء المضمون عندي حالياً فإنه يعني الواحد يعيش بتوازن لا يدخل في صدام حاد حالياً مع المجتمع يحاول يعني يعيش بتوافق لا يحرم نفسه كاملاً من الحياة إذا في إمكانية ولا يعني يعيش في خضوع كامل للمجتمع لأنه المجتمع إذا لديوا فرصة لتحكم يعني ما يشوف أي فرصة لحياة سعيدة أنا أفتكر إنه حياة كائبة بالفعل أماني كما قلت نفكر قبل الموت قبل أن نفكر بعد الموت فلنعيش قبل الموت قبل كل شيء لأنه هي الشيء اللي موجود الآن وأما بالنسبة لحور العين لحور العين موجودين كان للرجال يعني النساء ما عندهم حد شيء بعد الموت إذن أقول للنساء يعني يا راكم لا عندكم حد شيء لا في الدنيا لا في الآخرة هذا كان واحد من الأسباب اللي خرجني والدول إنه هي النتيجة النهائية غير مقنعة يعني ما عندها معنى إنه شو يعني شو حلاقي في الآخرة بيحكوا لي لا لما تتزوجه حيكون زوجك وفرض أنا أقرفانة منه قال لي لا مشوش كلها بيجيبوا لك أي حد ثاني لا مشيبوا لك مش عايزة هي نفسها الفكرة فكرة الحاجات الحسية جو الجنة دي يعني حاجة بايخة أنا في ذاك الوقت حابة أعرف أسرار الكون حابة أتعرف على هذا الإله حابة أشوف ملكوته وملائكته عندي أسئلة في ناس في مجرات ثانية مش الوقت كله نكاح وغنمان وعنب ما كنين العنب نشربين الحليب والعسل والخام بكله وضايقين يعني لا فكرة من الحياة بالفعل الأبدية غير مغرية لا بالفعل إنها الجنة الإسلامية هي جنة رجولية يعني ما إيش جنة نسائية يعني والمشكلة إن أكثر اللي يخرجوا من الإسلام هما الرجال يعني النساء قليل جدا فمت وفي الحقيقة يحصل للشرف إنها تكون يعني ونقول لكل أهل النوبة إن أول مقابلة مع أهل النوبة كانت مع إمرأة فمت يعني إذا ما عمتها يحصل للشرف إنها تكون إمرأة من النوبة فمت كما يقولون المصريين أكدع من ألف رجل فمت شرف لأيلي طبعا كيف أستاذ كريم وكاننا استمتعت باللقاء واتمنى إنه متابعينك يستمتعت أنهم باللقاء طبعا طبعا أضفت ياسر معلومات كما قلت لك عنها جهل بهذه المنطقة يعني شمال إفريقيا بصفة عامة وشرق الأوسط عندهم جهل بمنطقة القرن الإفريقي اللي معنتها معروف عبر التاريخ معنتها منطقة النوبة هي من العصر الحجر يعني 8000 سنة قبل الميلاد واتخذوا أول من قام بالحضارة صناعة الفخار واستعمال المقود والنار والطبخ يعني أنتو ما تواكي تاكلوا وتطبخوا وتطبخوا وتبخ الخبز وكلها حتى الآن وحتى الآن يعني أهل النوبة مختصين في ذلك الشيء يعني هذا معنتها هذا تاريخ هذا تاريخ من الجموش ينكروا أي إنسان فهمتها أصلي المشكلة إنه عاد عنا يعني نقص في طريقة يعني represent ourself ما بنعرف نقدم نفسنا بطريقة بسيطة بنخاف بنخاف نقدم نفسنا حقيقتتنا للغير ما بعرف ليه عقدة أنا مش جادرة أفهمها لا 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 سهلة لأننا نسبونا لغير أصلا يعني نسبونا لشيء غير أصلا أحنا بكل صراحة يعني شمال إفريقيا منطقة النوبة العراق سوريا مع الأسف وكأننا أولاد حرام بين قوسين نسبنا نفسنا للعروبة والإسلام ونسينا أصلا يعني أنا هو حتى محمد يقول من نسب نفسه لغير أبوه فليتفوى مقعده من النار يعني وحنا اللي عندنا أصلنا وعندنا فصلنا ونسبونا لغير أصلنا إذن معرف نشر وحنا شكون عايشين بلا هوية بلا شخصية بلا تاريخ عندنا كل شيء الإسلام الإسلام والعروبة فقط المهم شكرا جزيلا أماني على هذه المقابلة وهذه الدردش اللطيفة التي معنا تطرقنا إلى عدة مواضيع وأتمنى أن نختار موضوع معين حول عيش وعادات وتقاليد وحتى طريقة اللباس وطريقة الأكل وكل هذه الأمور اللي نجهلها أحنا عن منطقة القرن الأفريقي وأتمنى أن المقابلة معنا معاك هذه بداية لبعض المتنورين في منطقة النوبة ومنطقة القرن الأفريقي لكي يتحركوا ويوعيوا شعوبهم وراهوا اللي ما يخدمش ما يوصلش واللي احنا معنا وصلنا مثلا في مصر وفي شمال أفريقي أو في الشرق الأوسط بعد سنوات من الجهد والآن عندنا أنترنت ويمكن أن نصل بطريقة سريعة جدا اللي كنا نعملوه في مئة سنة نجم ونعملوه في عشر سنين شكرا أماني ومع السلامة ومع فيديو قادم لو سمحت الفرصة شكرا أماني ومع فيديو قادم لو سمحت الفرصة